هنا في العاصمة الصينية بيكين حطت طائرة المستشار الألماني أولار شولتز رحالها برفقة العديد من رجال الأعمال الألمان زيارة تحمل في جعبتها الكثير من الملفات لتعزيز الشاركة بين البلدين زيارة شولتز إلى الصين هي الأولى من نوعها لزعيم أوروبي منذ عام 2019 المستشار الألماني التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أكد أن اللقاء يهدف لتعزيز التعاون العملية مع برلين لافتاً إلى أن الصين وألمانيا يجب أن تعمل معاً في أوقات التغيير والفوضى لتقديم المزيد من الإسهامات لسلام والتنمية في العالم من جهته كشف المستشار الألماني الكطوط العريضة لزيارته وقال إنه يرقب في زيادة تطوير العلاقات مع بيكين مطالباً بعلاقات اقتصادية يتساوى فيها الطرفان من الجيد أن يكون لدينا نقاش معمق حول جميع القضايا التي نريدها ويمكن أن نبحثها فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية وإمكانيات زيادة تكثيف التعاون الاقتصادي وكذلك القضايا التي نتابع فيها وجهات نظر مختلفة زيارة المستشار الألماني للصين لم تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي فهناك أيضاً ملفات دولية كالأزمة الأوكرانية التي كانت حاضرة على أجندة الزيارة لقد دعوت الرئيس الصيني إلى ممارسة نفوذه ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف التصعيد في أوكرانيا كما اتفقنا على أن التهديدات النووية أمر غير مقبول إطلاقاً وفي الجانب الصيني دعا رئيس الوزراء ليكا تشانغ إلى ضمان إمدادات الطاقة والغذاء لدينا مسؤولية التأكد من أنه يتم تصدير الحبوب بشكل مستقر فإمدادات الغذاء والطاقة الدولية يجب أن تكون مضمونة وإلا فإن العالم سيواجه كارثة مدمرة ورغم الانقسام الداخلي الألماني حيال الزيارة والانتقادات الأوروبية فإن هناك أوساطاً ألمانيا دافعت عن تعزيز العلاقات مع بكين في ظل التحذيرات من إمكانية توجه اقتصاد ألمانيا نحو الركود